السؤال بيقول إذا كان ترتيب القواعد النيترجنية على جزء النيترجنية أو شريط من النيترجنية هو وحنشوف هذا التتابع 3-TAC-TTA-AGC-CAT-ATT خمسة شرطة المطلوب نمرة واحد من ضمن المطلوب عايز تتابع القواعد النيترجنية على شريط النيترجنية المقابل يبقى أنا حبص على الشريط اللي قدامي واعيد كتابته مرة تانية هنا علشان يبقى واضح هكتب A وبعدين G وC ده الكودون شايفينه رقم 3 وبعدين C-A-T وبعدين A-T-T وبعدين خمسة شرطة ده التتابع اللي قدامي اللي هو من 3 شرطة إلى 5 شرطة كلكم شايفين هذا التتابع مش باين طبعا ممكن نحن خمسة شرط نشوف أول مطلوب أول مطلوب بيقول وضح تتابع القواعد النيترجنية لشريط النيترجنية المقابل طب نرجع بقى نشوف الشريط ده هنعمله ازاي ازا كانت دي 3 شرطة فانا بعمل خمسة شرطة واعمل التتابع هنا T احط هنا A هنا A بحط هنا T C بحط G بحط A المضاد له T يبقى A A T كلنا عارفين طبعا التتابع ده وهنا T C G وهنا G T A وهنا T A A وبعدين 3A 3 شرطة اللي انا عملته ده دلوقتي ده عملت دلوقتي شريط D N A الجديد بناء على الشريط المكمل له اللي هو موجود في ورقة الامتحان طيب الطلب التاني بقى نشوف بقى مطالب ال A السؤال اللي عندي السؤال بقول عايز ترتيب القواعد النيترجنية على M R N A يبقى انا هارجع تاني نفس الورقة اللي انا بشتغل عليها واقول اذا كان ده شريط ال D N وده الشريط المكمل له اي من هما ينفع ققالب لعمل الامة R N باخد الاولاني لاني بدأ بثلاثة فانا هبتدي بخمسة يبقى كده خمسة شرطة هنا T بحط A هنا A ما بحطش T بحط U لان مفيش صايمين عندنا في ال R N هنا C بحط G ادي واحد وبعدين T T A يبقى A A U A A U ليه علشان A ما بيرتبطش معاها او ما بيكملش معاها غير اليوراسيل وبعدين U C G تتابعوا اللي بعدي وبعدين C هتبقى G والA هتبقى U والT هتبقى A وبعدين انا اسئلة سهلة وبسيطة نرجع تاني لبقى الاسئلة عندي بتقول ايه بتقول عايز مضاد الكودون على T R N عايز مضاد الكودون طيب نشوف كل واحد مضاد الكودون هيبقاه هو عبارة عن ايه تعالي نشوف مضاد الكودون اول AUG يبقى المضاد الكودون بتاعه على T R N U A C يبقى لنا كتبته ده مضاد كودون اول كودون على الامة R N U A C طيب A A U المضاد بتاعه هنا A المفروض القصادها هتبقى في T بس احنا ما عندناش T يبقى U U A بقى لنا كتبته ده تاني مضاد كودون ل T R N التالت U C C اما اجيب المضاد بتاعه اقول A G C ده U C G الرابع G U A يبقى C A U لنا كتبتهم دولة 1 2 3 4 دول يعتبروا مضاد الكودون طيب الخامس U A هل اقدر اعمل له مضاد كودون الاجابة لا ليه ما عملتش للخامس مضاد كودون لان الخامس مضاد الكودون ده ده يعتبر كودون وقف وكودون الوقف ليس له T R N A وليس له مضاد كودون يبقى ده كودون وقف عرفتم منه U A A يبقى الاربعا لنا كتبتهم باللون الاحمر دولة برا عن ايه دولة برا عن مضاد الكودون على T R N طيب مطلوب ايه تاني مطلوب عدد الكودونات على الامة R N عدد الكودونات على الامة R N افكركم فين الامة R N اهو اللي بدأ بال A U G و A A U و U C G و G U A و U A A نعدوهم ادي كودون ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمس يبقى عدد الكودونات كام عدد الكودونات على الامة R N طيب لو قال لي عدد الاحماض الامنية زي ما في السؤال كم حمد اميني ده شفرة حمد اميني ده شفرة حمد اميني ده شفرة حمد اميني وده شفرة حمد اميني لكن ده ليس شفرة حمد اميني ولكنه ده شفرة كودون بتاع كودون الوقف يبقى لما اجسألك عدد الكودونات كام يبقى معروف ان عدد الكودونات على المرن خمس كدون خمس كدونات لكن لما اسألك عدد الأحماض الأمينية اللي هتتكون هقول أربع أحماض ليه أربع أحماض لأنه بسيط على آخر كدون لا يمثل شفرة حمد أميني آخر جزئية في السؤال بيقول لي مع عدد لفات جزيء الدين مع عدد لفات جزيء الدين فعرفين أن الدين لما جاء عد كم كدون عد أو كم نيكلوجي ده واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر أحداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر يبقى خمستاشر على كل شريط لأن ده يعتبر لو لمزدود خمستاشر على كل شريط كل عشر على كل شريط بيسموهم لفة يبقى معنى ذلك أنه جزيء الدين ده كم لفة يبقى اعتبر لفة ونصف ليه؟ لأنه يمثل بخمستاشر زوج من النيكلوجي دات واللفة عشر أزواج من النيكلوجي دات يبقى الأسئلة اللي من النوعية ديت أسئلة مركبة أسئلة موضع يعني ممكن ألاقيها في امتحان أسئلة فيها أكتر من فكرة وأكتر من درس بطلع عدد لفات بطلع عدد كدونات بطلع عدد نيكلوجي دات بنسخ DNA بنسخ MRNA بعد عدد الأحماض الأمينية كل ده يعتبر من أكثر من موقع أو جزء من السؤال عشان كده بنقول خلي بالكم أن هذا السؤال تملي حلوا حلوا كتير جدا من طبيعة هذه الأسئلة عشان تبقوا أنتوا واثقين من نفسكم لما يجي سؤال بهذا الشكل